الله يسعدكم و يسلمكم و يبارك فيكم سعد اللحظات اليوم حنا معكم و نشوفكم الله العظيم إنه شي مغمونين عليها سراح فرب يسلمكم الله يطول بعمرك معكم أخوكم فيصل العبدالي من القنف ذاك كنت سابقا في الفرصة هنا من الأشياء اللي نشرف فيها يعني اليوم جايين سوالف حبية جدا وضع حبي جدا في مسألة الإلقاء وبعض الفنون في اللقاء طبعا الحمد لله حاصل على الأول على مستمى منطقة مكة في هذا المجال اللقاء و جايزت من يد صاحب السمو الملكي مسير خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرم من مياخد الفيصل و هذه من الشياء اللي الواحد صراحة يسعد فيها و اليوم وضعا أحبي جدا أنا جالس و أقول اللي عندي و أسمع منكم جالسين نكمل بعض و نفيد بعض بإذن الله فمساء مختلف جدا ودي لبس نتعرف أسماءكم بس نصر صل جبلي والله من عمل أي و نعم ملايين معك أخوك سهلا طير و نعم ملايين والله سيف أسماء القنيب يا من عماء انتبهوا 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 من الخصم المايكات ليه المايكات بعضكم ميوت بيض الله واجه لا بس إن شاء الله بذن الله إن شاء الله واجه واجه خير عليكم بذن الله ما يجي شيء إن شاء الله الله يسلمكم ويسعدكم طيب أنا أود كده أدخل دخول بسيط كده بحيث أن نحن نخذ أريحيتنا أنا لما أتكلم عن القاء يعني أتكلم عن الجلسة هذه و عن السوالف و عن الوضع الحبي الذي نحن فيه و ممكن أتكلم و الله عن مسرح و عن ستيج و عن كلام رسمي و ممكن أتكلم و الله عن خطابة و عن كل هذه الأنواع بيسميها يلقاء يعني كل هذه أصلا هي فن في النهاية راح تتواصل فيه مع الجمهور في النهاية هذا المقصد فكل شخص تحصله مؤثر بتأثير إيجابي و كل شخص سواء في السوشال ميديا أو على مستوى حينا نحن على مشاشات أو في أي مكان كل شخص من ذا النوع راح تحصل إما أنه متحدث جيد و تحصل مهندس للكلمة جيد الكلمة الشيء له تأثير كبير دائما على الناس في على مستوى يعني تؤثر أكثر من الأفعال أحيانا الكلمات لأن الكلمة الفعلي ممكن يشوفوا شخص شخصين الكلمة تصل إلى مئات و ملايين الناس لأن كلام افتحك بالضبط كل ما كان كلامك أكثر أكثر مصداقية كل ما كان فيه كلامك رسالة فعلا تصل للقلب النبي الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نبيه داود عليه السلام قال من ضمن الأشياء اللي أثنى بها عليه قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وفصل الخطاب يعني أنه لما يتكلم بالكلام كان يجيب الكلام الشافي الفصل المنهي في الموضوع فأنا الحل لو أرجع معك مع كل واحد فينا محطات حياتك سابقا بتحصل لابد أنه مر بك يوم موقف أنت أو أحد من أهلك أو أحد من أصدقائك وأحبابك كنت فيه متحدث أو أحدهم وكنت محتاج وقتها أنك توصل الرسالة بالشكل الصحيح ومحتاج أنك تأثر يعني في النهاية حين نقدر نقول أنه الإلقاء بكل سهولة بكل سهولة يلا حيي يا مرحبا السلام رحمة الله وبركاته منور ونعملايين والله الله يحييك يا مرحبا ستريح في النهاية نقدر نقول أنه بكل سهولة موضوع الإلقاء شي بسيط جدا ولو كوني حصل لموقف سابقا تكلمت فيه ما ناسبني أخطأت وقعت في موقف محرج هذا ما يعني أني أنا والله أعزف عن المجال وأخذ زاوية وأسكت ممكنني أتذكر على هذا الموقف وأنا في وأنا في وأنا في وأنا في وأنا في وأنا في كنت في حفل في المحافظة كان حاضر مدير التعليم المحافظة وكذا تكلم طلاب كنت أتكلم وقناة السعودية كانت تنقوها الحفل في مصف الكلام ما هذا بإشي اللي فيني تحمست وطاح الميكروفون من على الطاولة تحت ولكن تسمع صوت الميكروفون لما يطيح ميكروفون ستان صوته ضربته تحت وعلى القناة السعودية يعني موقفي فشل خير الموقف أمام قاعة مليانة من أناس ومن مناصب أنا ما عرفت أصلا كيف كيف أخارج هذا الموقف على ما يقولون كيف أنا أطلع من الموقف بشكل أنت بالسلامة أتجنب في الإحراج أي فلما طاح الميكروفون نزلت كل القاعة صار يصفور تحية كذا فتخيل أن تأثيرها عليك تخيل كيف نقاطك بدل ما تصير موقف ممكن أنت تعزف فيه عن المجال وتقول لا والله أنا مرة أطلع وترتبك في دي المواقف إن عكست إلى موقف إيجابي تماما وأثر فيني بشكل جميل وشوفه إلى الحين أنا ألويه ومن المواقف اللي ما أنساه في عبارة جميل الإميرسون يقول جميع المتكلمين العظماء كانوا متكلمين سيئين في بداية يا سلام كان متكلم يعني مع استمرارية والكلام ومنابر يمكن تترع يعني أفضل بالضبط في بداية كان يأتي ويخبص في بداية كان يأتي ويتلألأ في الكلام ويتأتي في الكلام ومع الوقت ومع الاستمرارية ومع مرة ومرتين ومع التشجيع ومع الكلام الجميل ومع كثرة المواقف والإحراجات أحيانا تسقلك و بتخرج والله متحدث بارع في النهاية حتى خلوني أبند كلامي عشان ما نتشتت و نبدأ واحدة و واحدة أبدا أتكلم عن ما قبل الإلقاء ما قبل الإلقاء سواء كان إلقاء خطابي زي ما قلت على مسرح سواء كان إلقاء أمام شاشة و تلفزيون سواء كان حديث أمام محفل و لأي نوع من نواع الناس في نقطتين مهمة تحضير جيد تحضير جيد أهم شيء تحضير كل ما كان تحضيرك جيد كل ما ساعدك في أنك تقول كلام مرتب وكلام تكون واثق منه وقتها و أنت تتكلم ما عليش بس شو رأيت ما شاء الله التحضير الجيد و الثقة قاعدتين مهمة راح تحسن في كل شيء و أنت تتكلم لما أنا أجي و الله أحضر نص ساعة ساعة و أنا أتكلم خمس دقائق تخيل كيف كيف الخمس دقائق هذه هتكون مركزة كيف هيكون أدائي فيها كيف راح أوصل الرسالة في الخمس دقائق بأجمل شيء ممكن الشيء الثاني الثقة و ثقة في نفسي أقدر أقول لكم أنها قائمة على أربع عوامل رئيسية أول شيء نظرتك لنفسك تمام أنا كيف أنظر لنفسي الشيء الثاني نظرتك نظرة الناس لك هذه كلها عوامل في الثقة الشيء الثالث نظرتك لله سبحانه وتعالى والشيء الرابع نظرتك نظرة الله لك لو نأخذها واحدة واحدة أتكلم عن نظرتي النفسي والله هل أنا أشوف نفسي أني متحدث جيد؟ هل أنا قادر أني أتواصل مع الجمهور بشكل جيد؟ و عندي ثقة تامة في أني بإذن الله راح أوصل الرسالة بالشكل المطلوب وبالشكل اللي وثق فيني من وكني بهذه الرسالة وتحمل نفسك الثقة بالضبط النقطة الثانية نظرتي نظرة الناس لك والله هل في من الحضور في اثنين في ثلاثة عارفين طاعاتي في اثنين في ثلاثة هذا المشكلة في مجموعة منهم أنا متوتر لمن وقفت قدامهم الشيء الثالث نظرتي لله سبحانه وتعالى والله هل أنا أثق في أن الله سبحانه وتعالى بيوفقني وأثق في أن الله سبحانه وتعالى بيعطيني وبيكرمني الشيء الرابع نظرة لنظرة الله لي هذه تتمد عليش هذه تتمد على شيء بينك وبين نفسك أنت أدرا كيف مستواك الإيماني كيف أنت مع الله هذه الأربع إذا تمت بأحسن صورة قدرت تجاوب عليها قدرت تعطي نظرتك لنفسك وقدرت تتسيطر عن نظرة الناس لك وقدرت تنظر إلى الله بشكل إيجابي وقدرت تطمن من ناحية نظرة الله لك وقتها أنت ثقتك مليون وقتها بإذن الله ما عليك في أحد في حاجة أيضا مهمة من ناحية الثقة لبقى تتكلم تذكر أن كل الأشخاص دول أمامك مهما كانت مناصبهم ومهما كانوا في النهاية هم مجرد هم في النهاية كانوا أطفال ولدوا أطفال وكبروا وتعلموا مهارات وترقوا ووصلوا للمناصد يعني في النهاية كلهم كانوا أطفال صغار فأنت لا مع احترامك لمناصبهم مع احترامك لمكانتهم إلا أنك تخير أنهم أطفال أمامك لو تحطهم على هيئتهم ومناصبهم راح ترتب بالضبط أنا والله ما أتكلم أمام وزير طبعا حرتبك لكن لما أتكلم أمام حسني أنا أشعر نفسي أن هذا الشخص كان شخص بسيط تماما مثلي في يوم من أيام فأنا أتكلم بناء على هذا المنطق ووقتها راح راح يختلف كل شيء في أدائي في توجيهات مهمة أيضا لو نأخذ بالنا منها لما أتكلم هذه من ناحية لما تكون تتكلم على مسرح لما تأتي أذكر في نصيحة ووجهها لي وأنا في لساتة سبتدائي والله معلم كنت مشارك في المسابقة وقصيدة كانت عندي فقط كان يقول لي إذا جيت وصلت للمسرح وانطالع عشان تزيد ثقتك في نفسك شوف المسرح كيف إذا كان في درج تجاوز درجة وانطالع يعني عندك خمس درجات اطلع واحدة والثانية تركها والثالث حط رجولك عني بعدها أي نعم ما أدري هل هو عنده فلسفة معينة كان فيها ولا لا لكني طبقتها وأذكر لها كهاتف تثير الإيجاب ليش؟ لأنها تذكر وأنت تطبقها كلامه وتحس أنه شيء بعطيك ثقة أكثر لا هو ما يقول لك هذا كلام منه واثق فيك فأنت تطبقها اللهم لها ارتباط نفسي فقط يعني ما يكون لها شيء فعلي ودراسة لا بس شيء تربط أنت في نفسك الشيء الثاني لما تتكلم أمام منبر وأنا وصلت الآن للمسرح وأنتكلم إذا كان قدام منبر حاول تلتز من المنبر حاول تأخذ الشيء بأطرافك إذا تحس أنك مستمسك بمكانك ثابت في مكانك على هذا الطاري وأذكر أيضا الموقف في قبل يمكن خمسة أو شت سنوات جاء زار الأمير خالد الفصل المنطقة فجيت أبغلقي قصيدة قدامه وتخيلوا أنا واقف على المسرح والأمير عن يساري على نفس المسرح أنا والأمير فقط فتخيل كمية الربك وأنت بتقول قصيدة أمام من أمير شاعر مهندس للكلمة شاعر أمام دائما السيف فتخيل كيف هتكون ربكت صح فوقتها ما كان عندي حل لأني استمسكت هذا بكل قوتي تخيل سرت شادة كذا عشان عشان أتحكم في نفسي بس أعطاني قرار واستقرار وثبات عن المسرح لأنه مهما كنت ارتعش مرة تظهر خلاص حتصير ثعبة مستقرة وقتها حتتكلم بأريحيات كماما ما رح يكون في أي ارتباك في الموضوع هذه بالنسبة لمسأة ما قبل الإلقاء لما أجي أنا أبدأ عندي تسع توجيهات فقط مهمة رئيسية حقولها حقولها من عندي حقول التوجيهات هذه من عندي وأسمع منكم وأسمع من عندكم أيضا توجيهاتكم على الطريق بما أني قلت لكم قصيدة أمام أمير خالد الفيصل دوقني ذا الجهاز بما أني قلت لكم قصيدة أمام أمير خالد الفيصل خلونا أعطيكم القصيدة هذه طبعا هي من كلمات الوالد يا سلام قصيدة فصيحة بالفصحة طبعا ما شاء الله خالد الفيصل أمير خالد الفيصل لقبه دائم السيف كان يقول فيها يا دائم السيف إن السيف قد نصب في عهد حزم وعزم يسبق الكتب يا دائم السيف أنت السيف في يده سلمان في السلم سلم لا ترى الغضب طفان حرب يغشي كل من لقي من العدو ومن للحق قد سلب وإخوة ورجال هم أسود شرى وشعبكم رمحكم والرمح قد نصب يا سيدي كل حرف ينزوي خجلا أمام هيبتكم ما ينطق الخطبة هذه حروفي غدت تمشي مبعثرة من حالها سيدي قد لاقت العجبة فلتعطفوا سيدي ولتعذروا حرفي فإن عطفكم قد يذهب الرهب وسلامتكم يا سلام يا سلام صحة لسان واضح وصح أداك بس عندي مقترح بسيط أنه مثلا لو تطلع لنا نص هذا النص يأطوي لعمر يمر على الشباب ونقرعه بالواحد وكيف طريقة يلقاه نص بسيط سيطرين نص يعني نضعه الآن ونجرب يعني فيه لا الآن قصدي بس أننا نجرب الشباب واحد واحد طيب نرجع لنص بذن الله بس أبغى أخلص بس النقاط حق حق الأثناء الألقاء بعدها نأخذ جيد تمام وطبعا أنا أتكلم في ذلكل كلام بيكون لكم ما شاء الله تبارك الله أنتم يعني الآن نجوم ما شاء الله تبارك الله الله يطول أنتم الآن مواجهين الشاشات وحتخرجون وحتواجهون ناس وإعلام وعشرات ومئات وآلاف فأنتم ما شاء الله تبارك الله ولعلكم أخبر حتى في المجال بحكم التجربة الممارسة الطويلة ما شاء الله تبارك الله فأنا أتكلم عن تسع توجيهات بس قصيرة وعشان ما أطيل عليكم أثناء الإلقاء في الكلام بس شيء له تأثير بس الجهاز دام دوخني يا جماعة ما أرضي يفتحه ترى الوضع حبي جدا طيب أنا أقول أثناء الإلقاء عندي بس تسع توجيهات مهمة أول شيء تسع توجيهات فقط أول شيء الصوت ترى الصوت يا جماعة والله الصوت يصنع فرق كبير في التأثير ومو الصوت إنه أنا والله عندنا مرات الصوت فخم لا لما أتكلم أنا وارفع صوتي وأنا أتكلم لما أخفض صوتي وأنا أتكلم لما أثخن صوتي وأعطي نبرة فخمة لما أتكلم لا والله بصوت خفيف وبسيط ووضع حبي طبعاً يختلف أنا متى بتكلم والله بصوت كبير ومتى والله ما أخفض صوتي بلا على الحدث مثلاً أنا لما أتكلم عن إنجازات والله أنا حققت كذا وحققت كذا بحمد الله راح أخفض راح أرفع صوتي وأعطي نبرة كذا ثخينة لما أتكلم والله عن شيء عاطفي عن موقف جميل حصل عن حاجة كذا كنت فيها سعيد جدا طبيعي حاطي نبرة كذا رقيقة وحاطي نبرة هادية لما تكلم عن إحصائيات وأرقام راح تكلم كذا بنبرة متزنة واثقة والله حصل في عام كذا كذا وحصل في نبرة الواثق وأن تواثق مما تقوله من إحصائيات ومن أرقام ومن غيرها تختلف بناء على هذه المواقف وفي مفهوم خاطئ من ناحية الصوت أنا أذكر مرة كنت واقف مع واحد يعني يزعم أنه ما بقول شيء لكنه كان مدرب في الإلقاء فكان يدرب طالب هو ما شاء الله مدرب يعني فكان يدرب طالب ويقول له أبغاك لا من جيد تتكلم تهز الساحة هز أبغاك ما دلي وشه طيب مو مشكلة هز الساحة هز بس مو صحيح أنه أنا من أبدأ ومن أنتهي وأنا هز في الساحة هز صح على حسب البيت ولا على حسب الكلام أحيانا بحتاج خفض صوتي لأنه ترى ترى مو لفت انتباه الناس بس بالصوت العالي والدليل في ناس ينامون في المصانع أصنع قدامه آلاف وصوته هو نايم تحصر عادي متعود متأقلم عن الصوت خطيب جمعة تحصره يخطب وبصوت عالي والناس نايمين وفجأة كذي يخفض صوته وواحد انتبه لأنه النبرة دائما يعني إذا تعودوا عليك الناس بشيء معين ترى ما 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 تأثر فيهم مهما كان صوتك والله يصدع الجدران ما هتأثر ترى أمسألة أثنية لغة الجسد وهذه باب واسع باب واسع لما أنا أتكلم كيف تكون لغة جسدي كيف تكون مقنعة تخيل تخيل أنا أقول واحد تعال يا فلان تعال وش تعال أجيك أنا ولا أغوح يعني لغة جسدك تمثل وتؤثر دائما على المستمع أكثر أكثر من السماع لما أقول والله 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 يا أخي يا أخي فلان ضعيف يا أخي ضعيف أنت الحقي اقتنعتني ضعيف أنا أقولك فلان والله ضعيف اقتنعتني ضعيف أنا أبوضعيه بالساني بس بس إشارتي وش تعطي مني حال إنه قوي إنه قوي أنت غصب غصب حتى تقتنع بلاحظة في لحظة من الأحضار أنه قوي لو يعيدها لك عشرين مرة تقولي مريضة أنت يا صاحبي معلش ما احترامي لكم يعني بس تقول الكلمة حيقولي تقولي أنت شميك فيك شيء أنت يا صاحبي عدل عدل معلش وازن بين كلمتك وبين إشارتك الشيء الثالث ومهم تجنب لزمات استعرف في ناس لما يجي يتكلم يقول لك حقيقة ولما رحنا ويجينا حقيقة يكررها وادي حقيقة 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 المهم زي ما تعرفون ترى هذه مزعجة اسكت ونطبول آل يا سلام عليك أنا ما أتكلم أتكلم وفجأة قطع حبل أفكاري وما عرفتش أقول اسكت مجمع من جديد وابتعش المشكلة لكني لا يسأقول آل أنه مزعج بس فيصل صعب إذا أنت متعود على الشيء ذا خلاص يصير فيك غصب ولكن يريد تدريب مرة مرتين ثلاثة يمكن أن تبعدها عنك مثل الكلمة التي تكررها يمكن أن الكلمة هذه رأسها في بالك كلمة ابتلشت قلتها فأنا أرى أن يريد تدريبها شوي شوي يمكن أنها تروح لكل صحيح لأنها صعبة صحيح هو ما فيه أكيد ما فيه شيء سيكون يعني حتنشأ ونتعرفه وماخذ بكل أطرافه يا سلام لكن مع الوقت لما تحاول أن تتحكم في لزماتك تحاول أن تتحكم في حركاتك تحاول تضبط كلامك مع الوقت حيتحسن وممكن وأنا متحدث جيد لأن يقع في الأخطاء هذه لا تكلم عن نفسي تكلم عن أي شخصي تعتبر نفسك متحدث جيد ممكن يقع في الأخطاء هذه ونص كلامه تحصل لي لقع بقاء طويلة أنا ودي لو قبل ما أكمل النقاط هذه ودي لو أسمع منكم إذا فيها مواقف تذكرونها من الجانب تكلمت مرة وموقف محرج حصل وانت جلس تلقي وكذا ودي لو في أحد منكم عنده شيء يسمعني لكن أول لقاء لي في منبر كان في حفل بس كان لقاء سيء جدا أصيح براسي كل أبو في زواج بس جاني الله مصدر محمد تنمر قوي بس أني ما وقفت لأنني عارف أن عندي شيء أو أوصله جميل حلو ويا رب لك الحمد الآن يمكن رائع 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 من أفضل ثلاثة أو الأربع يلقي جميل شراء تبارك الله وعشانك فعلا يعني أنت استمرارك كان واضح رغم التنمر وهذا وهذا الشيء الفخم يلقائك من أجمل صراحة ممكن الشخص يسمعه صراحة الله أشهد الله فودي ودي لو تسمعنا كذا بيتين جميلة نسمعها يعني تطرب لها آذان والله من حلال مدري لكن عطنا عطنا بس كذا شيء خفيف بس أنت عارف اللي عندك لا أفكري معنا قلت قلت أن تريد يقول ما توقع بس يقول ما جيت أدور وراك ريال والضعف ما يقبلها غير ضعيف فأنت أغنيين برأس المال وأنا أغنيين عن التعريف يعني بيتين هذي جعل موضوع ذكرتها هي آخر بيتين كتبتها صح لسانك والله صح لسانك والله ببهارة من الناس اللي لا ألقى قصيدة غصب يشدك ما شاء الله من الألقاء والصوت الجهوري في بعض الأصوات يجيك صوته مزعج في بعض الأصوات يجيك صوته هادي لا هو صوته رتما حلو وفي صوت جهوري يطرب كذا لما يصير في فن في الأداء ما شاء الله تبارك الله وفهد ما شاء الله تبارك الله أكبر مثال عند جاء دورك على المشرح فلان 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 فترة عند صح كله بالنظار اللظاء كلها عليك الله عليك أنت هنا كيف تكسر الحاجة يطرب عم السلامة يعني اللي شويتها أنا أنا ما نبقى تكلميني عالم لكن أنت تنظر في الرجال إذا نظرت في الرجال عطهم نظرة نظرة عشان تشوف من اللي يلد صوبك ومن اللي ملد صوبك إذا هم شفتم كلهم صوبك استرسل في الشي اللي أنت تقدمه وحاول أنك تعطي نظرة هنا وتعطي نظرة هنا جميل أنا اللي شويته نظرت فيهم إما طلعت دي نظرة طلعت على ال مثل ما تقول ما يسلح بعدين نظرت فيهم بدأ نظرت في كانت الشيالات اللي مسجلينها في الستوديو أنا غنيت لايف ذاك اليوم طلبوا مني بيتين ولا سجلت أنا القصيدة طلبوا مني بيتين بصورة ما شاء الله المهم يوم غنيت أنا نظر فيهم ونظر في المائك اللي قدامي نظرة نظرة هنا نظرة هنا هنا تشوف تكسر الرهبة صحيح لأنك أنت تدخل على الناس الناس دائم تنظر فيك يوم غنيت طال عمرك البيتين يقول سمعنا دخلت وعيون الرجال أحراب وعيوني أحراب وقفت من بين النشام وأقفت يجرابها دخلت وعيون الرجال أحراب وعيوني أحراب وقفت من بين النشام وأقفت يجرابها يوم خلصت البيتين والبيت صفقوا لي وكأني تحمست وخليت عليهم وقفت تعطيهم وحددها الله عليك عرازت لأن الرهبة دائم رهبة فعلا إذا كسرت إذا كسرت خلاص أنت هنا بتبدع وتستمر وتطور فأنت لا تنظر أنا ولا أخذ لا 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 أخذ راح 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 لا أبدا أنا ما أعلم كأسمع منك تسمع مني الله يا سيد كحنا ترى أنا فهمت من كلامك وحاجة أنا شويتها وصدق يعني أنا أثبت على كلامك بشي لنا شويتها استدلبة يعني أنت تنظر فيهم خلص أنت إذا نظرت فيهم وخليت الشي اللي أنت قدامك وخليت المايك وخليت القصيدين بتلكيها خلاص الناس كل بهم بعضهم ممكن أن ينظر فيك كده عرفت يعني هذا وش عنده رجاءها بعضهم يشوف وش عندك شيء سلوبة وقد هذا فأنت بترتب تحسن أنه كده شاد شاد بتشدها حتى حرف واحد ما راح تقول حتى سلام عليكم وكم ما تقول موقفاً ذاني بس أنك لازم قبل أي شيء في حياتك لازم تقرأ ذكارك بالضبط والله العلي العظيم حاجة مهمة جداً هذا كل يوم نسيت ذكاري إيش اسمه أخونا فيصل فيصل عبدال يا فيصل الله يرضى عليك ونعم معلك زود الله يطول بعمرك يوم قدموني الرجال إحنا كذا مقبلين عناصب صف كذا ورأي زملائي وقدموني أنا أن يتكلم ويعني معنا هدايا وشيء كذا نحن نعطيها الرجال وأنا جايز تتكلم نظرت في الرجال مع أني أنا ما قرأت ذكاري هذا كل يوم ما قرأت صراحة كنت يعني متأخر عليهم يا الله يلا اللحكت من ذلكلام وادخوا السلام عليكم وكذا الحال طيبين من ذلكلام المهم الأمور طيبة وخلاص قلني سلم الحديث أنا عارف أنا عارف الحديث حافظه 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 فعلا أبي أقوله ما لقيته يا بلد وكأنني وي واحد مني درى أني يجبت العيد كلي سمعت الضحكة ترميل الحديث حديث أحياء أيه مع هذا المداني يتكلم فقلت أنا على ما قال أبو فهد اللهم صلى الله يا رسول الله قال قل طرأ يا حييك قل طرأ حيانا تحصل وانت ذكرت قضية مهمة هي أهم من كل شيء ما قبل المسرح ما هذا المسرح أذكارك فعلا لأنه في النهاية حصنك حصينك بذن الله حاجة مهمة جدا كم من الناس مقاطع يمكن شفتوها اللي طاح قدام الناس فالشخصي المتحدثة من الناس أنت جالس تبرز موهبة عندك وتبرز شيء عطاك الله وممكن مو كل عند واحد غيرك فعشان كذا كل ذي نعمة محسود حاول نحاول تحافظ دائما أذكارك قبل كل شيء أنا ودي قبل ما نكمل مع مصلط وسيف ونرجع لكم أبغر أكمل بس النقطة الرابعة لأنه 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 عثماني ضب نجيلك لأنه ذرني ستسمك والله عبدالله نعم يا عبدالله عبدالله ذكر قضية مهمة مسألة لما قال يأتيك واحد جالس قدام في الناس شهاد نفسه يوترك وهذه عندنا نقطة رابعة بالضبط اللي هي أنا سميتها أحذر الصياد أنت لما تتكلم في صيادين صياد يا إيجابي أم صياد سلبي في الإيجابي اللي يأتيك جالس ومقابل لك ويبتسم لك ويشد ومشدود معك ويصفق ويهز براسة يخليك تبدع يخليك تبدع وممكن يخليك تقع في خطة تدري شو يخليك تركز عليه وتسحب على مية في القاعة تبعد نظرك عنه لأنه تفاعل معك لأنه تفاعل معك وهذا راح يوقعك في خطة يعني منفروض تجنب وإنت كملكي لازم توزع نظرك على القاعة كامل أو على الموجدين كاملين أو على الجلسين كاملين سواء كان قاعة أو جلسين أو أي مكان لازم توزع نظرك بشكل كامل بحيث ميسي تركيزك على شخص معين وقتها راح تفقد اهتمام البقية فيك إذا ما شوفك جلس نظر في الزاوية اليمين يقول إحنا شو نسوي طب إحنا إحنا في النصف في الزاوية اليسار صحيح فعشان كده تحتاج أنك توزع نظرك أما السلبي هذا اللي بيكشاد نفسك ومعطيك وضعية يحسسك أنك مجالس تسوي شيء يوترك وتحس أنك هذا الاستخطي فهذا حاول تجنب الإيجابي وتجنب السلبي وحلق مع الجميع تحسس كم تقاعد تقول شيء غلط بالضبط تحس أنك كده تتوتر تقول وش فيه إذا شاد حسن في جايب أن العيد تدري إيش أكثر شيء مهم في الإلقاء هو فيه كلامك التشويق وكذا حين مرسته معك عندما تدري إيش أكثر شيء هذا الأسلوب صح الأسلوب هذا اطرح سؤال أنت لما تسولف كل خمسة دقائق عشر دقائق كذا أتكثر كل سؤال في كسئلة بس اطرح سؤال تدرون بقصة الشخص اللي كان محبط ويائس وبعدها صار صار رئيس الدولة تدرون بعدها أبدأتك القصة أنا كذا أنا كذا أشد انتباهك أنت انتفلت مني دقيقتين بس فيه أنا رجعتك معي صح فهذا أسلوب التشويق جدا جدا مهم في مسألة الإلقاء وأنك تعطي تطرح أسئلة مثلا ذهنية تطرح قضية قضية معينة تخلي المستمع يرجع لك مرة ثانية ومقول لهذه الطلق كثيرة ممكن بصوتك ممكن بسؤال في طلق كثيرة أنك ممكن ترجع المستمع لك بعد ما يبعد عنك ويدي أسمع منك قبل أن أكمل الثلاث نقاط الأخيرة أبغى موقف كذا حصل معك أنا كنت طلعت في منابر المدرسة جميل من ناحية الإداءة رائع فكان يحصلي مواقف كثيرة أني أغلاط كثيرة بس كان داخلي أني لازم أطور هالموهبة أكيد لأن كنت أشوف أراء ناس أكبر مني وناس يعني مبسوطين من الشيء بس كان عندي خطاب بسيطة فاتفاديت الحمد لله وكان فيه تواجد لي من المشاركات وكنت محقق مراكز زولة وليس غريبة عليك على مستوى المنطقة مكة لما أنك من أبناء مكة والله ونعم فما عليك زودة الله يسيدك فالحين أحسني وصلت المرحلة كويسة أكيد المرحلة عالية معني جالسة أتطور وأتعلم من أغلاطي صحيح قبل فأسمعك القابيات خذ راحك لي الشرف والله النسبع منك يا حبيبي الله يسيرك الله يطول عمرك أنا واحد يضحك أحجاجه وصدره غلق يبقى ضحكته وظروف الأيام ما نعته تحده على جور الليالي وبعض الخلق وهو يدري أن الناس ما هي بنافعته تدور الليالي بين ضيقه وعبرت حلق وانا الطيبة اللي دورت الوقت موجعته أجامل وانا دمي حياوي ووجهي طلق وصبري بصدري لا شريته ولا بعته الله 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 سلامتك الله 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 ما شاء الله تبارك الله الله يا أخي الله عليك والله العظيم إني طربت لها الله يطوب عمرك صح لسانك صح لسانك صح لسانك نتعلم منك سيفني بقصة نرجع لك بقصة كده قصيرة نسمعها تراني تراني أنا أسمع وأعرف أن الجمهور محب لي سيف محب للقاع ومحب لسلوبه فأنا تشوقت صراحة رغم أني قلت سمعت أشياء بس أبي شيء كده وأنا بجنبك الله يسعدك يا حبيبي أثمان ندمينك موقف بعد نريد نرجع لك الله يسعدك و يسلمك بس خلني أخير من نقطتين بس الأخيرة عشان نتفرغ بعدها ونأخذ راحتنا معكم الله يسعدكم و يسلمكم طيب أنا كنت أتكلم آخر شيء عن مثلة التشويق في الكلام صحيح؟ صحيح تعرفون قصة الملك اللي رأى رؤية و إن سنانه كلها تتصاقط قال الملك من النوم و قال للوزراء حقينهم من عنده اجمعوا لي أو جيبوا لي أفضل مفسر للرواة والأحلام أنا أبغاد في إشتفسير رؤياي هذه أنا أحسن فيها موضوع خذ راحك خذ راحك وهم يجيبوا لهم مفسر يوم دخلهم مفسر قال له أنا يا أفلان أنا رأيت رؤية إن سناني كلها تسقط إيش تفسير رؤية هذه قال له والله يا طويل العمر تفسيرها إن أهل كلهم بيموتون و أنت تراك آخر واحد بتموت إيش الكلام هذا قال هذا تفسير رؤية و هذا ما يظهر لي من الرؤية تفسير صريح الممتنفو العقوبة نزلت بوه و نفوهم للبلاد و تعاقب هذا المفسر بسبب هذا التفسير قال جيبوا لي مفسر رؤية ثانية أنا مالي مقتنع جيبوا له واحد ثاني دخل قال له الملك أنا رأيت رؤية أن سناني تساقط عندك تفسير لها قال يا طويل عمر أنت ما شاء الله تبارك الله أنت أطول هلك عمر أنت إنسان عمرك بيطول ما شاء الله تبارك الله أطول واحد فهلك و ينبسط منه و يكرمه و يعطيه من الخير و المال لو تلاحظوا نفس التفسير اللهم ما الذي يختلف ما الذي يختلف هذا اللي يموت هذا المعلومة و الأسلوب جاء ذا أعطاه بأسلوب ترهيبي كذا خلاه يفصل عليه وجاء ذا أعطاه بأسلوب ثاني و هي نفس الفكرة فالأسلوب تأثيره حاضر دائما بالضبط أنهاها لما جاء أعطاه كذا بشكل مختلف ثاني فهذه الأسلوب و القصة أنا أتكلم عن القصة لا أعلم كلام ما كنت تسولف لما تسولف نص ساعة 20 دقيقة ساعة ترى أعلم كلامك بقصة خفيفة ترى الصغير و الكبير الشايب أي شخص يحب القصة ترى ترى تجد من انتباهها حتى لو هو قصة يعرفها ممكن بس لما أنت تصيغها بسلوبك دائما قصة نحب لأسمعها بأساليب مختلفة ممكن أنا أسمعها بسلوب مصدد و تأثر فيني و أسمعها بسلوب عبد الله بطريقة ثانية و تأثر فيني و أسمعها بسلوب عثمان بشكل مختلف و تأثر فيني و هي نفس القصة بس أسلوبه و روايةهها تختلف من شخص لشخص نقطتين أخيرة راح أقول نقطة منها و بعدها نقول نسمع من عثمان و نختم من نقطة الأخيرة إن شاء الله اللي هي المصداقية طبعا هذه تتكلم في بناء على نوع معين من القالم أنا أتكلم مثلا في مؤتمر أتكلم في شيء راح أذكر فيه إحصائيات و أرقام طبعا المصداقية أهم حاجة لأني أنا أجيب شيء و أنا متأكد منه و أنا أتكلم بناء على أدلة و أتكلم بناء على مراجع صحيحة عشان أنت تسير عند الناس محترم خاصة لما تكون أنت لسا توق بدأت ما بنيت ثقة الناس فيك يعني ما هم يعرفونك لما تتكلمهم عن أرقام و إحصائيات و إنجازات لازم تكون لك مراجع و لك أشياء واضحة و الله ذكر عن فلان و الله قرأت فيه كتاب كذا و الله موجودة في موقع كذا بحيث أن الناس تأخذ منك و أريد أن أسمع منك قبل أن أختم بالنقطة الأخيرة عثمان موقف كذا حصل لك أول بداية من أولويات المواقف واللي ما حد يعرفها يمكن طول فترة حياتي كامل في الإلقاء أنا طبعا أعني محب للمنابر و محب للإلقاء مصري لكن بداياتي على أيام المتوسط كانت عندي أرعشة في الإلقاء كان عندك؟ في اليد أي كنت تمسك في الورقة كذا طبيعي طبيعي لكن مكمل مكمل مع الوقت الحمد لله حتى وصلت الثانوية خلاص صراحة ما شاء الله تبارك الله جميل لكن كنت تذكر في زمان الطفول والله إذاعة كاملة أديرها بنفسي ما شاء الله تبارك الله من كثير الحماس الذي فيني لإذاعة هذا أولا ثانية طويل العمر إذاعة دائما وقطع عليك هي أصلا تروا إذاعة المدرسة غالبا تكون منبر يخرج من المبدعين يعني كثير من المتحصل المتحدث جيد ومثقف وكلام جميل تروا الله غالبا تحصل إذاعة المدرسة صقرت هذه الموهبة ولكن طعلك لا لا بالعكس طالعا وثاني شيء الحمد لله في إدارة الحوار محصل مركز طيب على مستوى السلطن في إدارة الحوار رحش الله تبارك الله ونعم الله وهي غريبة تسلم من طيبك وثالثة شيء أطويل عمر أني أستهوي اللي هو تقليد الهامات الإعلامية جميل وهذا شيء يسقون الموهبة أيوه حتى تسيرك حتى الآن يوم مثلا أبي ألقي شيء ما أني أجرب صراحة على الإعلام لكن يوم أتكلم بين نفسي مثلا وألقي شيء معين أحاول أني أقلد المخامات الصوتهم جميل ويحس أني أقرب عليها شوي حلو حلو طيب ودينا يا رثمان نسمع كذا أبيات من كنت مشارة طارك الله شاعر له وزنه فودي نسمع كذا ببيتين كذا تطربنا فيها أبشير بها أبشير برضوان والجنة شو بنقول يا طويل عمر بأن أختار لك أبيات مسائية يقول يا مساء النور ولا يا صباح يا مساء الخير يا الوجه المليح طلتك تضهي عليها لانشراح تسعد الولهان لي قلبه طريح صوتك المعسول أسهرني وراح نمت لكني من أسهامه جريح يا شقاح حالي من عيون الملاح أشهد أني طحت والعادة مطيح كنت عادي بالمجية والرواح كنت عادي لا سجيم ولا صحيح بس عقبك سيدي نرقل السماح عن سنين ندون حبك ما تريح تعجل عينين يرمي بالرماح من عيون أخ الله نفوادي طريح إن شاء الله تضارك الله صح لسانك صح لسانك والله يا عثمان أول بيتين بس أول بيتين يقول لك يا مساء الخير ولا يا صباح يا مساء الخير يا وجه المليح يا مساء الخير يا وجه المليح أبغاها لي هذه اعتبرتها ترولية يا شباب أبغاها وجه المليح جاهدنا في المساء وأنت وجهك مليح الله يعزك يا عبد لكن ودي أطلع لي نص أجرب قرائتي أدشن قرائتي معك يكون أول إعلامي لك أجرب الفويس أوفر عندك ما إن شاء الله تضارك الله وأجرب يعني فإذا شفت فيها خطأ تعدى لكن بعد أخو يسعب الله يسعدك طيب أنا أتكلم عن حسين أخيرة اللي هي البلاغة البلاغة تروا تصنع تصنع تشايفين لما تبني بيت وبيت فخم ثم تتعب على الديكور جوه البلاغة زيه الديكور مهما كان الشيء من له عبها ولو ضخام ولو جميل إذا ما كان فيه لمساعد داخلية كذا فنية ما يظهر بشكل مطلوب فالبلاغة زيه هذه لما تضيف بيات شعر في كلامك لما تضيف أمثلة لما تضيف مقولة لشخص مشهور يعالم خاصة لشخص له وزنه هذه لها تأثير دائما على المستمع جميل جدا مقولة والله قال العالم الفلاني أو الشخص الفلاني كذا دعم موضوعك هذه لها تأثير جميل النقطة الأخيرة امزج في كلامك بين العاطفة والعقل لما أقول لك الآن يا عبد الله تخيل بعد سنتين في السنوات وانت قام إعلامية كبيرة وأنت شخص إذا حضر ما شراء تبارك الله إذا حضر ما أبقى غير مكان ومجال أنا الآن ألعب على وطر العاطفة عندك على وطر الخيال والقادم المستقبل وشو يحدثك على العقل وعلى تطويرك المهاراتك فهذا من الأشياء المهمة جدا لما أنا ألقي ولما أحاول أعثر هذه كانت النقطة تقريبا التاسعة والأخيرة فقبل ما أسمع منك سيف ودي بستذكر موقف ذكرني فيها عثمان لما قال اليذاعة والمواقف الممكن تحصل معها الرعشة طبعا أنا كنت عضو في الحمد لله كان عندي عووية في مركز المنكة عبد العزيز للحوار الوطني بفضل الله الحمد لله فأذكر أيضا المواقف وأنا في تقريبا ثالث متوسط عديت مسرحية كاملة في كلها المسرحية تاريخية وتعبت على النص كامل عديت ووزعت الأدوار واشتغلنا عليها في آخر المسرحية تحمست كني وكان المسرح له طرف كده زي المرتفع شوي فهمت كيف فجيت أنا أختم وأقول للمشاهدين أقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وأنا ماشي فتعثرت من على المسرح تخيلوا وطيحت على وجهي قدامهم فتخيلوا المجهد أنا طيحت على وجهي وأبوي جالس والمدير حتى المدرسة ومعلمين وطلاب وأنا على وجه في الختاب المسرحة في المواقف اللي ما أنساها جاء قام أذكرني المدير قام أو كده وقومني وأثنوا على المسرحية بعدها وسمعت كلامه الليما الثاني على المسرحية حتى وإطراء عليها فالموقف هذا صار ما عندي يسوى شيء عندي مقارنة بالإطراء اللي سمعتم أو كلام الجميل اللي سمعتم ودي أسمع منك يا سيف فصة كذا خفيفة عليها الطيل شفت الحدث اللي يصير طيحة ولا شيء على حسب الناس الموجودين عندك في بعض الناس يكبر الحاجة وتتكبر على الكنت وفي بعض الناس يخليها من طيحة إلى نجاحات يخليها شيء إيجابي يخليها شيء إيجابي فأنا ودي أقولكم سالفة الطريفة ولكن السوالفة الطريفة ما تيجي إلا بالسوالفة العادية فأيجيب لكم سالفة أول حكمة عبدالعزيز هذا إعتيبي جاي من العراق جميل ومع بكرة والبكرة ذي عطشته خط طويل وقام يمشي فيه لين عطشت البكرة هذي اللي معه وراح الهجرة اسمها هجرة الدويت جميل بالشمال وجاء بيرد عنده ألماء وطرده رأي الهجرة قال والله ما تشرب ما قالي والد أنا عطشان وملاكتي عطشان قال والله ما تشرب ما أزبد أن الرجال تضايق ورجال ما عنده ما أبدا طبيعي هو يروح يم هجرة ثانية يوم جاء عنده هجرة ثانية الفرق هذي عن هذي شاسة هذا اللي يطردني أولا اللي يقول مرحبا وما سهلا ويشرب اللي يتبيه هذا اللي يرحبون فيه وهذا اللي يرحبون فيه ما رحبا وما سهلا وقام يشربون ناكتة ماء ويعشونه ويغدونه يقول يا ولد استانس عليه إن شاء الله وقال فيهم قصيدة هم شمر يستهلوا يستهلوا للطيب يقول يا بكرتي وين جفاءك المنيف تردين عذفة على لينة وجهك على مكرمين الضيف شمر لأقلة تلحيلة صلى الله ونعم إلى نهاية القصيدة والله ما أنا بحافظها ولكن من القصيد اللي عجبتني يا بكرتي وانجفاك مني تردين عذفة على لينا وجهك على مكريمين الضيف شمر اللي قلة الحيلة وسلامتكم والله يوديني حافظ القصيدة كاملة قاعد جهزها ولكن البيت هذه هي وجه القصيدة هي بلة وسلامتكم وعلى طريق المواقف والشيء هذه أنا عندي مشكلة مبضي ولكن أبشركم من أن حلت المشكلة هذه مشكلة باللقاء شين هي؟ الرابطات لا مالك الوابو الحركة لا صورت السناب وأنا قاعد أسولف تجيني تعليقات واجد قبل قبل دخلها برنامج تجيني تعليقات واجد يقول والله أنا نحس بناها قصيدة صار كل كلامي بداية كلامي أسولف أقولني رايحة من كلام فلان يقول والله أنا نحس بناها قصيدة يعني ناس واجد ما هو شوي فاستغربت من الشيء ذا والله كلما أقول كلام الأسولف تقول ما طرق قصيدة يقولون ماش شاية الموضوع الزبدة جيت هناي وجاني منيب طعي الصوت نفس التعليق؟ نفس التعليق ايه علمني منيب هذا هو من حقينا يعرف بلا صوات وزي كذا كميل قل حاول أنك تعرف متى ألقاه أشرح لشياء بسيطة ولكن غيرت مني الشيء ذا كميل توجهات حلوة فاللهم لك الحمد الحين أشوف أن إذا قمنا تتكلم يشوف أنها كلام ولا بدأتها بقصيدة طرعت قصيدة فرق صار واضح صار فرق واضح مشكلة أو شيء تستقبل أي أحد يقول لك كلام الاستقبل الكلام ذا يفيدك أنا من الناس اللي فادني شياء واجد من نصايح مثل منيب يوم جاء علمني جاء منيب يوم سكني يمكن الثلاثين يوم ثلاثين قالت طرح شيف في كلامك تكلم حسبنا مطرع قصيدة تقول قصيدة فعلمني السلبيات والأجبيات جميل حلو غيرت من نفسي وطرعت الحين لا تكلمت كلام والقصيدة قصيدة حلو أحيانا فعلا الشخص يمكن يتأثر لما سينا لقصيدة كثير يمكن يأثر حتى على كلامي وعلى أسلوبي فأحيانا توجيهات بسيطة أو تغيير بسيط في نبرة الصوت في بداية الكلام راح يصنع ماك الفرق بحيث تخلي المستمع يفرق بأنك جالس تبي تقول قصيدة جالس والله تبي تبدأ سالفة بتوجيهات بسيطة نبرات في الصوت أشياء يعني ما هي ما هي الحمد لله معقدة ولا هي إسلم على طريق قصيدة محمد بن شايد إسلم كان كنت أسمح لأعطيك إياها خذ راحك راحك إسلم يقول كل ما شفت الدهر عيّة يصير بودك كل ما شفت الدهر عيّة يصير بودك حط جوالك على الصامت وخلك صامت الدهر ما هو بلدبوك ولا قدك كان ما طوعت لها عرضك ضحكة شامت يا عزيزي لا تحمل حمل ما هو قدك القناعة كنز والدنيا ترى ما دامت انتبه وصح تبين الخلائق سدك لعبة البيلوت لصنيت واربع قال الله عليك الله عليك بعدين جميلة فيها كده فيها نصائح كده وفيها توجيهات جميلة أحب من القصائد سواء النبطي ولا فصيح القصائد كده اللي فيها توجيهات ونصائح جميلة صلاح ولي فيها أوجيه تشبيه يعني يفهمها أطياف المجتمع يعني مثلا الآن الشباب اللي يلعبون بيلوت وشي كده الجميع يفهمها صحيح اللي يلعبون بيلوت لها صنيت واربع قامت يعني انتهت يعني هذه ما فيها جدال يعني مثل التمثيل شي واقعي كل أطياف زي ما قلت فراد المجتمع تفهم وهذه حاجة مهمة فعلا لما يكتروا كل ما كان الشخص وهذه النقطة الخير يختم فيها كل ما كان الشخص متكلف في كلامه وفي أسلوبه وفي عبارات المنتقى صار ممل لأنك أنت لحين أنت تخاطب فئات متعدة من المجتمع مو كل الناس يفهمون عليك عندك الشايب وعندك الصغير وعندك متوسط السن وعندك المثقف وعندك الثقافة عادية فأنت تتكلم بأسلوب جميل بحيث أن يظهرك أنت في صورة جميلة ويفهم الجميع ويصير سهل عليهم جميعا أول شيء كنت سعود جدا وفي آخر شيء أنا سعود جدا لأني صراحة سنحك لهذه الفرصة وهذه الدقائق أني والله العظيم أقعد معكم يعلم الله أنه شيء أنا أفتخر فيه وسعد وأتمنى أني أكون أضفت له شيء بسيط لما عندكم من المواهب ومن المهارات ما شاء الله الله يسعد كسلام اسمعي لأنا نقطة الآن الشخص الذي قدامك يجلش تكلم معك كأنه خويك وكأنه أخوك حتى لو لم تشارك تدور ومشارك أنك لعلك تشارك بقى عند الرجال فهذا اللي شفنا فيك الله يرضى عليك منطيب رأسك جاء عمر طويل والله كاننا نعرفك لنا يعني مثل متقوي وقت و سنين منطيب رأسك جاء الأمر الطويل يا حبيبي منطيب رأسك من الباقتكم من على مقال خفت نفسك الله يعزك ومنطيبك يا حبيبي والله أنا المتشرف وتروا أنا أنا من هنا صراح أنا من الرياض بس أني حرصت أنا أشاهدكم من مئة يوم فحرصت أننا نأتي وأنني أكون معكم حتى وكان في نايمة الخيرة لأنه شيء يسعدني صراحة أننا نتعرف عليكم عن قرب وأنني أسمعكم فإسلام يا حبيبي قل الله إله الله أول شيء والله العظيم منك ما قصرت على جيتك الله يسلمك طويل إنها شرفتنا اليوم كل ابونا والله العظيم أنني أستمتع لجأني واحد يعني أنت وجاءنا واحد قبل ما لدي شيء اسمك جاءنا عن فن الألقاء وعن الكلام فنستفيد منهم والله العظيم أنتم قامات ما شاء الله والله أنني صادق أنني من الناس اللي يستفيد في يوم نكو مدحت نفسك فأمدحك الحين بقصيدة الله يسلمك طويل تحرجني طرح تحرجني طرح يقول له الله عصم الأنبياء اللي عليها السلام ولا عصم كبرياء الشاعر المنفتن فيني حنين وأنين اللي يطواها الحيام تقول قلبي على برج الغلامكتر من شاف وجهك مساء الخير بد المنام ما تشوفه هل لا مساء النور سر وعلن ترى المحبة حياها ولا حياها بخصام والحي يحييك والميت يزيدك صحيح وسارك لا الله يطول بعمرك والله العظيم أنه شرف لي وليتني 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 الله يطول بعمرك ويسلمكم الله أكثر الله يعزكم ويسلمكم أود بس تسمحوني أبختم كده بس بأبيات بسيطة على خشم أنتم مشارات بارك الله تنقل على خشمي يا عثمان بس عشان الوقت على خشمي والله لكن مايكي كميوت يا عثمان وانت سمح لي أبشر أبجيك أبجيك بس سمحوني بس بالبيتين بس أنتم مشار الله تنقلتم كده في ميدان وفي بين أزهار الشعر النبطي خلوني أنا أروح معكم لجانب ثاني إن شاء الله فصيح سمحوني قصيدة هذه لأيش أنا منساها لأن القصيدة هذه ببضل الله هي اللي حقلت فيها الأول على مستوى المنطقة ما شاء الله ما شاء الله للشاعر الكبير عبد الرحمن العشماوي نعم يقول فيها معكم زود يقول فيها من أين أبتدئ الحديث عن الوطن ولمن أصوغ حكاية الذكرى لمن من أين والأمجاد تشرق في دمي نورا من الذكرى وتختصر الزمن من أين والإيمان يجري نهره عذبا ويغسل عن مشاعر ندرا من أين أبتدئ الحديث وليلتي تأبى على عين مقاربة الوسن من أين والأشواق تحلف أنها ستظل تسقين التذكر والشجن قالوا ابتدئ من وصف قالوا ابتدئ من وصف مكة إنها صدر حوى نور الهداية واطمأ ابدأ من البيت العتيق فإنه سكن لمن لم يلقى في الدنيا سكن وارحل بشعرك بعد هذا ناشرا نور الهداية بين سرك والعلن فأجبتهم شكرا سأبدأ من هنا من أرضنا المعطاء من هذا الوطن من كعبة رفع الإله مقامها وحماحماها من طواغيت الفتن أنا سوف أبدأ من مطاف نبيها أتلو كتاب الله أتبع السنن أنا سوف أبدأ من مقام خليلها من حجر إسماعيل من ركن اليمن هذه بلادك دينها متأصل في قلبها فهي التي لا تشتكي فهي التي لا تشتكي والله إني سيتها في سلامتكم فهي التي لا تشتكي الله يعزكم ويسلمكم بسيت داخل شطر من البيت الله يسلمكم الله ألقى أشهر عندك صراحة يطلول عمرك عثمان أودني أسمع منك تبيني أجهز لك شيء لأنني ما عندي صراح شيء جاهز بس يبيني أشوف لك بس أشوف لك بس أي سطرين كذا بس أنا بأجرب أبشر والله يا فيصل والله إني يشترف والله إني أكثر شيء ترى يحب قلد الأصوات تبيني أشعر ولا نص كذا كتابي طيب شايف هذا النص مما وجدته في رحلة الحياة هذا النص وتأكدته منه كما يقيني روحه كيف عثمان أطع قدام لا 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 خلي خلي أنا أريد أن ينكب أطع قدام أخلي خلي عشان الوقت بس عمدي إسلم يا عثمان مما وجدته في رحلة الحياة وتأكدت منه كما يقيني بنور الشمس وبزوغ النهار عدم التعويل على الخلق وأن البشر في أدنى حاجة ينقلبون ويتغيرون وربما ينفجرون ضدك فمهما كانت الليالي بينكم والعشرة الطويلة فإن موقفا عصيبا واحدا كفيلا بأن يجعل هذه الأشياء في الماضي الذي ينسى فاحذر من التعويل الله عليك الله عليك ما شاء الله تبارك الله جميل جدا لا مجرد بداية الله لا ما شاء الله تبارك الله جميل جدا وإن تسمح لي بس بتعليق بسيط قبل ما قلت قدامك إلا أحتاج تعليق لا ما شاء الله تبارك الله بس يمكن أن يفجأتك بالنص لكن النص لما تأخذه عاطمة تميز بين النص العاطفي وبين النص العقلاني أو الخبر فلما يكون النص عاطفي عاطفي حيانا تحتاج تضفي له النبرة العاطفية صحيح ما يحتاج حدة صوت نعم في مثل هذا الصوت وفي أشياء مهمة في النص لما تقرأ الوقفات حاول تقرأ و تعرف وين تقف حط خط هنا أوقف أبدا من هنا عيدة العبارة هذه ورجع كمي نعم جدا الوقفات البشاعر النص تعيشها معك حاول تعيش اعتبر النص هذا أنك انت كتبته وعيشوا كأنك دور تتقفصه وقتها شوف كيف راح يكون تأثير أدائك تمرس عليه على شاء مردك ستتهجاك كل شيء تتهجي نعم الأعداد الجيد هو ذكرنا في بداية من الأشياء المهمة وسعت جدا فيكم و شكرا لكم على هذه الجلسة الجميلة لطيفة صراحة شكرا لمشاهدين الكرام شكرا لمن سنح لي بهذه الفرصة من إدارة القناة فردا فردا أشكركم صراحة نشكرهم دفلك أنت الله يعزكم يطوب عماركم سعيد جدا فيكم استمتعت معكم فأنا استودعكم الله الذي لا توضيع وداعي واستودع لكم في رعاية الله الله يطوب سعاد والله والله أننا استبدنا تعلمنا ممكن شيء كثير الله يستر عليكم وشوفك على خير إن شاء الله عنها نصف ساعة لكن بسم الله أننا استبدنا شيء كثير الله يطوب يا الله. يا رحب يا عبد الله الله يسعدك و يسلمك أكبر من شيء الذي استبدنا جيع العمرك طويل ماشاء الله تبارك الله خبيب نفس أنا والله وتشمع لنا منع عليك من طيبك يشهد الله والله أنا اللي استفت منكم يعلم الله ما عليه سيف ومسلط عبد الله وعثمان والله العظيم أنا لاستفت منكم وتعلمت من كل واحد فيكم شيء ما شاء الله تبارك الله مسلط أسرني بقصيده ولقاءه و عبد الله و السيف ما شاء الله تبارك الله بسلوبه في القصة أنا الحين ما لهم الجمهور والرمي لهم ما شاء الله تبارك الله يدولون على قصصة و يسمعونها عثمان ما شاء الله تبارك الله فما دري صراحة يشكون غير إني فعلا استمتعت معكم و كانت جمسة كذا لطيفة تمنيت أن الوقت كان فيه متسع أكبر و نسمع منكم أكثر مو عشان أقدم لكم شيء أكبر لا عشان أسمع منكم من أكثر حتى نستفيد منكم أكثر الله يزيع العمر كل طويل و بإذن الله ما هو آخر لقاء إن شاء الله نلتقي و حلنا نتعلم من كل تجمعنا الفرص أكثر قبل ممكن أذكر قبل أسبوع و كذا لما خرج فيصل عفجاني جاء الله ربي يوفقه جمهور و فريق دعم سوى مبادرة اللي هي الفيديو اللي عرضوه لكم الفيديو اللي عرضوه ألا ألا ذكرتك الفيديو ذاك كان صوتي ممكن تذكرونه لما عرضوه جابوا لكم قائمة أنه يجي قبل ما أجينا الله يسعدكم يسلمكم إزاك الله خير مجمل الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم كرأ 예يو كرأي شخصي من عندي إنه ما شاء الله على صوتك الله يطا بعماركم لا أعطوك الرقم الأول عبث إلا أنك منهلة و أنك تستاهد من طيب رئيسكم من طيب رئيسكم من طيب عمركم يسعد فيكم على خير على خير أكيد بإذن الله بيننا وبينكم لقاء بإذن الله الله يسعدكم ويسلم كطوب عمار الله يستدعلكم الله في رعاية الله سلامكم ربي في رعاية الله توقع الله يا عزيزي باي 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 سيو سيو